اشتركوا في القناة وبعد كده بتقول ملك لجميلة ان عندها اجتماع دلوقت وانها مش هتقدر تقعد معها اكتر من كده وبتمشي جميلة وهي حاسة بالصدمة وبنروح لصابر اللي بيكون قاعد مع بلخير في بيته وبيقوله ان حالة والدته الحاجة صفاء ما تزبطتش غير بالدوة لديته له ملك فبيقوله بلخير طب هالست بتعمل خيرها هي وبيقوله ان اتعامل مع ملك بالتليفون لما كانت في لندن ولما جات اتعامل معها واجها لوجه فبيقوله صابر انها هتدي عليك ده مش معناه انها بتعمل خير وبيقوله صابر انه متلغبط ومش عارف يحدد مصرها ايه ولا هي عاوزة ايه ومش عارف يصدق مين ويكدب مين وبيرد عليها بلخير وبيقوله انه لو حاسس ان ملك وراها شر كان اول واحد حذره منها فبيقوله صابر انه كان متأكد انها شر لحد ما جابت الدوة الام والحاجة صفاء بس بعد كده مش قادر يحدد ولا قادر يحكم عليها وبيقوله ابو الخير انه كل دي اوهام في دماغه بس وفي الوكالة بيدخل حسن وبيستقبله عبد الرازق وهو بيتمسح فيه وبيتحايل عليه انه يسمحه على الله حسن وانه ما كانش يعرف كرامات حسن وفعلا بيسمحه حسن بس بيقوله انه لو حاسس انه مش ورشتانه مرة تانية مش هيخليه في الوكالة يوم واحد وبنرجع لجميلة اللي بتتعصب على الشيخ عبد الرحمن وبتسأله ليه نافقها وليه خب عليها انه قتل ابوها وامها ولما بيسألها مين اللي قال لها الكلام ده بتقوله مش مهم مين اللي قال قد ما المهم انه عمل كده ولا لا وقال لها الشيخ عبد الرحمن انه عارف ان اللي قال لها كده مليكة وانه ده حصل فعلا بس كان غصب عنه وخارج عن قراته وانه عمره ما كدب عليها لما كان بيربيها وانه عاش كل حياته ندم على الله حصر إلا انها بتقوله انها بطل التاسق فيه خلاص وان صابر كان عنده حق وبتسيبه وتمشي وفي البيت عند صابر بتروح معنا المرات حسن وبتقول لهيبه انها حامل وبتحاول من تحت لتحت كده توصل لها انها فاهمة ايه اللي بتعمله مع حسن وبتوصل لها ان حسن مش هيتجوزها وانه مبسوط قوي بعد معارف انها حامل وبتقول لها ربنا ينولك الرجل الصح وفي المشهد اللي بعد كده بتكلم رحاب الولد اللي صلتته قبل كده عشان يقتل مونير الشاهوي واللي كانت فاكرة انه هو اللي بعت لها الرسالة بيهددها فيها انه عارف انها هي اللي قتلت مونير ولما بيقول لها ان مش هو اللي بعت لها فبتطلب منه ان يسافر ويبعد عن البلد خالص وبعد كده بنروح لصابر اللي بيكون قاعد مع عماد واللي بيقوله لو كان تأكد من ان عادل تعبان ولا لا بس صابر بيقوله ان في حاجة غريبة يعني لما شافه اول مرة كان متأكد ان عنده مس بس لما شافه بعد كده كانت حالته غريبة بس بيقول صابر انه عاوزه في حاجة مهمة تاني وهي انه عاوزه يجمع معلومات عن شركة مونير الشهاوي وفعلا بيجمع المعلومات عنها وبيقوله ان الشركة دي مقرها في لندن بس مراته هي المدير الاقليمي للشركات وان اسمها ملك سليمان وانها من اصله عربي ولما بيسمع صابر الاسم بيطلب من عماد ان يسأله على شركات الادوية اللي كانت ملك الدتاله عشان الحاجة صفاء وفي المستشفى بيروح حسن لامه الحاجة صفاء وبيكون معاه حاجة غريبة في ازازة وبيقولها ان هو اللي هيعليجها وهو اللي عنده الحلم الصابر اللي انها بتتعب جامد وبيتصل حسن بصابر وبيقوله يلحق ويلحق امه انها بتموت وفعلا بيسيب صابر عماد وبيجري على المستشفى ولما بيوصل صابر للمستشفى بيعنف حسن انه تصرف من دماغه وبيقوله الدكتور ان حسن ادها مواد دهنية وزيود رفعت عندها الضغط وانه كان هيتسبب في موتها وانه لازم يعمل لهم محضر وبيتدخل عماد وبيقولهم انهم ما ممكن ينقلوها مستشفى تانية لكن صابر بيقول للدكتور انهم مش هينقلوها وبيديله بقى العلاج اللي كانت ادتهوله ملك وبيطلب منه ان يديها العلاج على مسؤوليته وفي المشهد اللي بعد كده بتكون رحاب قعد في بيتها وفاجأة بتجي لها رسالة مكتوب فيها انها كسبت كتير قوي من قتل جوزها وانه مجتمعان في كله ولما بترن على الرقم بيكون مغلق وبتروح رحاب لصابر المستشفى عشان تطمن على الحاجة صفاء وبتتكلم مع صابر وبتقوله انها محتاجة تتكلم معاه وتحكي معاه بس خايفة يصدها وفي الوقت ده بتفوق الحاجة صفاء من الغيبوبة وبيدخل عليها صابر ورحاب وبعد كده بيدخل الدكتور وبيقولهم ان حالتها الصحية بقت كويسة ومستقرة وبيقول لصابر ان العلاج اللي جابه هو اللي عليك حالة الحاجة صفاء وبعد كده بتمشي رحاب ولما بيحاول صابر يسألها كانت عاوزها تقوله ايه فبتقوله بعضين مش وقته دلوقت وبعد ما بتمشي رحاب من المستشفى بيطلع وراها صابر وبيرقبها من بعيد لبعيد لحد ما بيشوفها في مكان مهجور وبتندح على ابوها غالب وبتقوله انها محتاجة مشورته وبيظهر لها فجأة وبتقوله على اللحة حصل معاها فبيقول لها غالب عن الولد اللي بعثته عشان يقت المنير الشهاوي هو اللي بيهددها وانه بيعمل كده عشان تزوده قرشين وبيقول لها تعملي معا ايه فبترد عليه انها هتوديه في دهية بس بيقول لها ان كده غلط وبيقول لها على طريقة خلصها من تهديداته انها تجيبه مكان مهجور وتتخلص منه وبكده اعتخلص من تهديداته للأبد وبتخاف رحاب من الفكرة الا ان غالب بيفكرها انها عملت كده مع مونير ولازم تعمل كده مع الولد ده عشان سرها ما يتكشفش وما تروحش في دهية وبتسيبه وبتمشي واول ما بتطلع بيظهر لها صابر وبيسألها بتعمل ايه في المكان المهجور ده اشتركوا في القناة